زيكم وعملين ايه وحشتوني ومالفيديو الفيديو بتوحشوني اهلا ومرحبا بكم في قناة نغمات الاطعمة ان شاء الله هنعمل ايه الجبنة النستون بكل تفاصيلها يلا بينا عشان ما اطولش عليكم هقلوكم المأدين عند كوب هنا من اللبن فنجال مين الدقيق خرط الجبنة قريش ماء معادل تومني كيلو تومني كيلو زبدة صفرة تلت كطع جبنة مسلسات اه اي نوع انت تحبين جبنة نستون اي نوع انت تحبين هنا ملح على حسب الرقبة يلا بينا عشان ما اطولش عليكم هقلوكم ايه الطريقة بسرعة الطريقة هنا سهلة وبسيطة هنزل من فنجال من اللبن كده بسم الله نروحة بس عشان ما اطولش ايه اهو هنزل كده برشة من الملح هنزل بالجبنة القريش وجبنا النستون بالزبدة بكل المعدير كده بالرقبة بس كده عشان ايه مفيش حاجة بتخشف عليكي اهو بكل المعدير كده وهنزل جمان بالفنجال بتاع دقيق مفيش بقى اسهل من كده هخلي بقى ايه يدخل وايس خالص كده بسم الله قعدت اخرط فيها لغاية ما بعت بالمنظر دوا ايه يستحب ان انت تصفيها كده وعلى النار كده عشان لو فيها اي كلكعة ولا حاجة ما تبقاش في الايه في الجبنة وتبقى معاكي بالمزها ناعم هنزل كده كل الكمية كده وعلى النار وطول ما انت واقفة لازم انتقلبي عشان ايه ما تتكلفعش منك هصفيها كويس خالص كده هنزل بقى كل الكمية كده وهشغل النار عشان ايه تستوي معي عشان انا احطالها دقيق فلازم تستوي معي عشان ايه الدقيق دي مادة رفتا جربوها ان شاء الله هتعجبكم ونفس الوقت ايه مغزية لاطفالنا قوليني احنا كمان بدل ما تشتري ايه ما تشتري جبنة من بره وتجبنة بقى ايه غالية انا رايح هشتري ست كده كانت بطمانتاشر جنيه فعلى ايه الحرام احنا هنعمل حاجتنا بدنا وفي نفس الوقت ايه مش مكلفة ومغزية وفي حاس ايه مرات حفظة حفظة بقى ايه اسويها كده على النار على النار هادية لازم تكون النار هادية كده عشان ايه ما تتحرقش منك النار هادية لطول ما انت واقفة هتقضل تقليبي فيها كده لغاية ما هتديك القوام وتبقى ايه تقيلة هي بص هي تقيلة من غير حالة بس انا هساويها بقى ايه بدي ايه كده عشان ايه تستوي معي حبيبي لما عملش لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس على كلمة الكل مستنيت علاقاتكم وتنوروني بالاشتراك في القناة هجيب كيس وقطعه على حسب القلب اللي انا هصب فيه الجبنة هادهنه كويس خالص كده بالزبدة او بالزيت او اي مادة في ايه في مباخك ما تعطليش نفسك على حاجة اول ما تبقى معايا بالمنزر ده اهي ضبقت كده وبقت شئيلة معايا هروح بقى ايه في الاوالب اللي انا عاملاها بسم الله على الاوالب كده هصبها كده بسم الله احاول بقى ايه? اطلع كل الفراغات منها بالمنزر ده كده صبتها في العلب بالمنزر دوم وتحاول بقى ايه? تسوي كده التروف تحاول تسويها سوى تسويها كده هتخليش حتة ايه مكالكعة او تسوي كده لو عمل معاك كده مسلا هتعملها كده هتمسكيها هتعملها كده عشان ايه? تبقى سوى واحد وطلع منها كل الفراغات هتغطي وشها كده بالكيس بالمنزر ده التلاجة اهو عشان وشها ما ينشفش وبعد كده هتسيبيها لما تبرد خالص وتحطيها في التلاجة او ودي شكل الجبنة لما نشفت هبتيتها في التلاجة لمدة ربع ساعة كده عن ايه هنقطعها كده بسم الله زي ما قلتلكم حطوا كيس بلاستيك من فوق الوش عشان ما تنشفش هنقلبها كده بسم الله هنشيلها كده بقى بسم الله هنشيل طبعا احنا كنا حطين اه في كوع العلبة كيس برضو عشان ايه ما تلزقش معنا في العلبة هيبصوا طلع بكل سهولة هنقطع بقى كده حتة بسم الله هنحاول نعملها كده مسلس اهي بتسحبي كده عشان ايه ما تتقطعش منك اهي بسم الله هي هتطلع بكل سهولة شايفة بقى مسلس طالح حتة واحدة ازاي بسم الله ما شاء الله يعني ايه هتعمل لنا كمية كبيرة المقديل اللي انا قلت عليها هتعمل لنا كمية كبيرة هنقطع مسلس تاني كده ها بسم الله تعضيها كده بواهم كده ها اخطرح مقطعها كده اهي بتطلع معي بكل سهولة شايفيني الجمال عملنا الجبنة نرسل مع بعض لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبس كريب وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل مستنية اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله